مشاهدي قناة مكتبة التعليم يا مرحبا بكم في صفحة 72 أتقن عملي أولا أقرأ وأفهم نصح الجد حفيده أحمد قائلا إذا أردت النجاح في دراستك فعليك بتنظيم وقتك والانتباه إلى شرح أستاذك والعناية بواجباتك المدرسية وبذلك تتقن عملك وتنال محبة ربك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه فكما قرأنا فالجد نصح حفيده بتنظيم وقته والانتباه إلى شرح أستاذه والعناية بواجباته المدرسية فعليه أولا أن ننظم وقته تنظيم الوقت من الأمور المهمة في النجاح وأيضا الانتباه الانتباه وقت الدرس والأستاذ يشرح فعلى هذا الحفيد أن ينتبه وعلى جميع التلاميذ والتلميذات الانتباه لما يشرح الأستاذ والعناية بواجباته المدرسية وأن يعتني بواجباته المدرسية بمعنى أن ينجزها وأن لا يتهاون في ذلك وبذلك تتقن عملك فبهذه الأفعال سيتقن عمله وسينال أيضا محبة الله لأن الله سبحانه وتعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه فالله يحب إتقان العمل يقول عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يحب فالله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه فإتقان العمل يحبه الله ورسوله نمر إلى السؤال الأول وأنت أو وأنت كيف تتقن أو تتقنين عملك ننسى نكتب أتقن عملي أتقن عملي نقطة بمراجعة دروسي في البيت بمراجعة دروسي في البيت يوميا فهذا من مظاهر إتقان العمل لن أتقن عملي بمراجعة دروسي في البيت يوميا أيضا أتقن عملي بالعمل بالتأني وعلى أحسن وجه وأتجنب الغش فيه أتقن عملي بتجنب بتجنب الغش الغش في الامتحانات فأنا لما أتجنب الغش في الامتحانات فأنا أتقن عملي إذن قلنا أتقن عملي بمراجعة دروسي في البيت يوميا وبتجنب الغش في الامتحانات نمر إلى الأسئلة الأخرى بماذا نصح الجد حفيده من أولا نصح الجد حفيده نقطة سنرجع إلى النص نصح الجد حفيده بتنظيم وقته إذن بتنظيم وقته كذلك بالانتباه إلى شرح الأستاذ والعناية بواجبته المدرسية بالانتباه إلى شرح الأستاذ بالانتباه إلى شرح الأستاذ والعناية بواجبته المدرسية بالانتباه إلى شرح الأستاذ والعناية بواجباته المدرسية نصح الجد حفيده بتنظيم وقته بالانتباه إلى شرح الأستاذ والعناية بواجبته المدرسية السؤال الموالي بماذا يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن خلال هذا الحديث فالرسول عليه الصلاة والسلام يخبرنا بأن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه يخبرنا الرسول يخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الله تعالى يحب إتقان العمل يخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يحب إتقان العمل يخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يحب إتقان العمل ثالثا أذكر أعمال أخرى تساعد على النجاح في الدراسة إذن أعمال أخرى أعمال أخرى تساعد على النجاح تساعد على النجاح في الدراسة نقطة تجنب الغش تجنب الغش إضافة إلى قراءة قراءة القصص والكتب قراءة القصص والكتب تساعد على النجاح في الدراسة وتساعد أيضا على التمكن من اللغتين الفرنسية والعربية إضافة إلى اللغات الأخرى إذن تجنب الغش قراءة القصص والكتب تجنب تجنب الغياب غير المبرر تجنب الغياب غير المبرر والحضور في الوقت فهذه أعمال تساعد أيضا على النجاح في الدراسة نقلنا أعمال أخرى تساعد على النجاح في الدراسة تجنب الغش قراءة القصص والكتب تجنب الغياب غير المبرر والحضور في الوقت ثانيا أستفيد وأرسخ أجتهد في عملي وأتجنب الغش لأنه ليس من أخلاق المجتهدات والمجتهدين فيجب أن أحرس على إتقان عملي واجتناب الغش واجتناب أيضا التصرع مرضاة لله لأن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه فالله يحب إتقان العمل نمر إلى الحصة الثانية ثالثا أنجزه أضع علامة في أمام الجواب المناسب لأتعرف كيف أتقن عملي أحرص على الحضور اليومي وأجتنب الغياب فهذا عمل يساعد على النجاح في الدراسة ويساعد على التفوق كذلك أحرص على الحضور اليومي وأجتنب الغياب فصحيح إذا غشش فإن الله سيغضب عني فصحيح كما قلنا يجب أن أتجنب الغيش ألتزم بإحضار كتب وأدوات ولوازم المدرسية صحيح كذلك لكي لا أشوش على زملائي وزميلاتي أنصح زملائي بالكدح والإجتهاد فصحيح كذلك أنصحهم بالكدح أي بالعمل والإجتهاد لا أنخارط في نادي القراءة بالمدرسة فخطأ فقلنا لكي أتفوق في دراستي يجب أن أقرأ القصص والكتب لذلك علي أن أنخارط في نادي القراءة بالمدرسة أشارك في أنشطة الفصل لأنها تساعدني على تنمية روح التعاون فصحيح كذلك فبإنجاز لواجبات المنزلية فهذا العمل يساعدني على المشاركة في القسم والمشاركة في القسم تنمي روح التعاون ثم ألون المعنى المناسب لقوله تعالى يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ سورة الإنشقاق الآية 6 فمعنى هذه الآية تتكاسل في عملك ولا تبالي تعمل عملا متقنا تلقى الله به المعنى المناسب تعمل عملا متقنا تلقى الله به ثم أملأ الفراغ بما يلي لضرورة أتغيب الأنشطة أشارك في ماذا الفصلية والمدرسية باستمرار ولا إلا قصوى إذن أشارك في الأنشطة الفصلية والمدرسية باستمرار ولا أتغيب إلا للضرورة القصوى أو إلا لضرورة قصوى إلا لضرورة قصوى لن أشارك في الأنشطة الفصلية الفصلية يعني داخل القسم داخل الفصل والمدرسية باستمرار ولا أتغيب إلا لضرورة قصوى أحفظ وألتزم إتقان العمل سر النجاح إتقان العمل سر النجاح فكما قلنا يجب أن أحرس على إتقان عملي وأتجنب الغش وأتجنب كذلك التصرع مرضاة لله تعالى لأن الله تعالى يحب إتقان العمل وبهذا ننهي تمرين صفحة 72 نتقي في الصفحة 73 وذكركم بأنكم بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الثاني هي ظاهرة أمامكم في البلايليست إلى اللقاء